شاركت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بفعليات القمة السنوية للمؤسسة فاربز الشرق الأوسط تحت 30 عاماً لريادة الأعمال لأول مرة بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر ووقعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر ومنتدى شباب العالم بروتوكول تعاون مع شركة فاربز بهدفي بأن تصبح هذه المؤسسة من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي من خلال إجراءات لتخطية أهلمية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة وخلال كلمتها في القمة أكدت الدكتورة رشا راغب أن منتدى شباب العالم يهدف مشاركة الشباب للتجاربهم والتحدياتهم وأحلامهم المشتركة مع شباب آخرين في جميع أنحاء العالم كما أشادت بدور حياة كريمة في تغيير مفهوم التبرعات في صورتها المادية إلى دعم ومساندة للفئات الأكثر احتياجاً في الحصول على وظائف ومصادر كريمة للدخل